بسم الله الرحمن الرحيم في الفيديو ده نتعرف على قيمة admin قيمة admin مختصة بأوامل administration هنبدأ بأول أمر فيها اللي هو يوزرز بيفتح الديالوج بوكس الخاص باليوزرز من الديالوج بوكس ده اقدر ان انا اعرف مستخدمين جداد باسم login name وباسورد ان هما يقدروا يدخلوا على البريما فيرا بحيث يكون لهم صلاحيات مختلفة طيب هبدأ ان انا هدوس add هيطلع لي الوجن name a فهقول له مثلا xy123 مثلا والpersonal name a عادل اختصار احمد عادل enter new password وهقول له اوكي كده عمل create ليوزر جديد هنلاقي في التاب بتاع general login name personal name password resource لو انا عايز اربطه بresource معين خلينا ممكن احنا نربطه بالresources اللي احنا كنا عاملينها كان فيه في xy project manager ده اللي هو احمد عادل طيب الcontact لو عايز اكتب ايميله او التليفون global access هنا باقدر احدد البروفيل بتاعه security هو تابع لي انهي فئة الفئات دي او البروفيل دي عبارة عن فئات انا بعملها وممكن اعدل فيها بحيث ان كل واحدة منهم تبقى ليها صلاحيات معينة اعلىهم هو الادمن super user واقل لهم هنا دلوقت status ابديتر واحد بس بيدخل يعمل update ال status انا ممكن اختار للراجل ده دلوقتي project manager وهنتعرف بعد شوية ازاي ان احنا نعدل في صلاحيات البروفيل او المجموعة اللي اسمها project manager طيب هنا بيقول لي specify the resources that the user will be able to access يقدر يدخل على انهي resources ممكن اقول له all ممكن احدد مجموعة معينة وليكن مثلا ان انا هقول له x y بالشكل ده طيب التاب اللي بعد كده project access ممكن انا اصين responsible manager مثلا كنا قبل كده عاملين في ال OBS responsible manager sunflower villa project manager واحدد صلاحيات واقدر اعمل اكتر من اصين لكذا حاجة اختار responsible manager تاني وهكذا وبعد كده هنا الموديول اكسس الموديول اكسس دي البرامج اللي نازلة مع البرما فيرا هنا مش موجود غير بس بي سيكس professional وبقدر ان انا ادي اكسس او لا وبكده يبقى اضافنا user جديد وهكذا ابدأ باقي ان انا اضيف ال users اللي انا عايزهم لو دوسنا count بيطلع ال applications نفسها او الموديول اللي موجودة عندي اللي هو بي سيكس professional هنا وبيقول لي فيه كام user لغاية دلوقتي ممكن افتح كمان وعرف مين هم ال users طيب نيجل الامر التاني في نفس القائمة بتاعت admin هلاقي security profiles من هنا هقدر ان انا اعمل groups بسميها security profile security profile ممكن تبقى global او على ال project خلينا نبدأ في global. وهكذا مجموعات مختلفة. وكل مجموعة لما بقى وفعليها بيطلع لي ايه الخصائص اللي هي متاحة للشخص انه يعملها. فلللستيتس ابديتر زي ما احنا شايفين متعلم بس انه اد ایديت دليت يوزر ديفاين فيلز. يعني معموله بس على اليوزر ديفاين فيلز انه هو ياءاد ويأدت ويدليت. لو انا عايز ان هو يعمل حاجة تانية يعني خلينا في البروجيكت مانيجر اللي احنا كنا مخصصينه. موجود له مثلا ان هو مش هيقدر يعمل اد او ادت او دليت كتجرز. ممكن ازود له البريفلج دي كده. او اشيلها منه بالشكل ده. موجود معا ان هو يعمل ادت للجلوبال تشينج ديفنيشنز. لو شلت يبقى شلت الصلاحية. لو زودتها يبقى زودت له صلاحية. اللي هي البريفلج. اقدر ان انا اد بروفيل جديد بالشكل ده. واسميه مثلا اي حاجة. ماي بروفيل مثلا. طبعا اسم مش مش كويس. ممكن انا اسميه بشيء وقاية اكتر مثلا زي ممكن نخلي ايه. او ممكن اعمله بالشركات مثلا. يبقى مثلا اكس واي كم. يعني بلانرز بتوع اكس واي كم بني. وابدأ ادي اشوف هما هدي لهم اني صلاحيات وكذا على حسب. انا عايز ادي لهم صلاحيات ايه. واقدر نفس ما عملت الموضوع الاضافة ان انا اعمل دليت. لسيكوريتي بروفيل بالكامل. دي كده سيكوريتي بروفيلز. عندي الجزء اللي بعد كده في قائمة ادمن ادمن بريفرانسز. بريفرانسز اللي هي الافضليات او الخصائص اللي انا عايزها تنطبق على كل الناس وكل المستخدمين. في زيها بريفرانسز بس خاصة باليوزر بجيبها من ادت واختار يوزر بريفرانسز. دي بتبقى خاصة باليوزر نفسه. يعني بتختلف من يوزر للتاني. كل يوزر لما بيدخل باليوزر نيم بتاعه الباسورد بيعدلها بالشكل اللي هو عايزه. لكن اللي في قائمة ادمن دي بتبقى ماشي على الكل. بريفرانسز سريع على الجميع. طيب اول تاب فيها اللي هو جينرال. بيقولي الكود سيباريتر لو كنت بعمل اكواد زي ال WBS يفصل ما بين الاكواد وبعضها بايه فهو مختار الدوت ممكن اختارنا اي حاجة تانية زي الكومة مسلا او اي علامة تانية. اول ايام الاسبوع ساتردي ولا عايز تغيره. الاكتيبيتي ديوريشن اللي بعمل اد نيو اكتيبيتي. الديفولت ديوريشن بتطلع كام يوم خمسة ولا عملها واحد ولا عملها رقم مختلف. الباسورد بوليسي. الباسورد بوليسي عشان الناس لما تختار باسورد لنفسها تكون الباسورد دي ما تقلش عن تمانية كاراكترز. لو انا فعلت انابل باسورد بوليسي. كده لما اي حد هيحب يغير الباسورد بتاعته ويكتب رقم اقل من تمانية كاراكترز. البرنامج هيرفض. طيب التاب التاني داتا ليمتس. الليمتس دي خاصة بالليفلز في كل الاكواد. الاكواد زي الاكواد زي الاي بي اس والدابل بي اس زي الاو بي اس زي الريسورس تري وزي الرول تري الكوست اكاونس الاكتيبيتي كود وهكذا كل الاكواد. الاكواد بتبقى شجرية هيراركي. الشجرية يعني معناها فيه ليفل عالي وتحتيه ليفل تاني وتحتيه ليفل تالت وهكذا. طيب عايز توصل لغاية كام ليفل. البريمافيرا يسمح لك بكم ليفل. فطبعا هنا موجود ليفلز ديفولت لكل عنصر من العناصر دي. اقدر ان انا ازوده بالشكل ده. او اقلله. بحيس ان الشخص اللي بيعمل دابلو بي اس ما يزيتش عنه. يعني لو عملته مثلا اربعة هيجي الناس بتوع دابلو بي اس لما يعمل دابلو بي اس ويحتاج انه يعمل ليفل خامس البريمافيرا مش هيرضى. فعشان كده يفضل طبعا انا ايه اكون عامله رقم مفتوح. طبعا كل واحدة من دول لها رقم ماكسموم يعني لو جيت هنا اقلت له مية واحد مثلا هيطلع لي رسالة ويقول لي الماكسموم بتاعه خمسين. اه ده خمسين وده تقريبا خمسة عشرين نجرب ستة عشرين معا. او بيقول لي من واحد لخمسة وعشرين. يعني ده اقصى رقم في خمسة وعشرين. وكذا كل واحدة فيهم بقى ايه لها ماكسموم. بنقدر نعرفه من ان احنا نغير الرقم لو مضطرين. لو مش مضطرين طبعا هنسبها زي ما ايه. نفس الحكاية جايب لي برضو الماكسموم اكتيبيتي كودس فور بروجيكت. الماكسموم بيز لاين بير بروجيكت. الماكسموم بيز لاين كوبيد ويز بروجيكت. طيب ال اي دي لينث. ال اي دي اللي هو الايدنتفيكيشن اللي بيميز الاكتيبيتي او اللي بيميز البروجيكت. زي بروجيكت اي دي اكتيبيتي اي دي رسورس اي دي وهكذا. الاي دي يكون مكون من كام كاركتر. يعني هل الاي دي اه خمسة كاركتر بس زي مثلا ايه زيرو زيرو وان اللي ظاهر قدامنا. ولا اقدر اكتب اكتر. فطبعا ايه انا اللي بحطها كادمنستريتور للناس بحيث ان لو كتب اي دي عدد الحروف بتاعته اكتر ما يسمحش بالكلام ده. طبعا العوامل دي كلها لشك ان هي بتأثر في الصيز بتاع البرنامج. بس طبعا مع التطور الكمبيترات دلوقتي ما بقاش فارق قوي موضوع ان الاي دي بقى صغير او كبير. ال time periods. time periods دي عشان التحويلات. ال hours per time period. ال day فيه كام hour عشان لما يجي يحول هو من day ل hour. لو انا بكتب له مثلا في ال resources ان هي 8 per day. طب هو فاهم ان day فيه 8 hour. فهيفهم ان ده ثمانية. ان ده one day. لكن لو مسلا كانت مكتوبة مسلا هنا ستة وجيت انا دخلت هناك. ثمانية per hour او ثمانية per day. ثمانية hours per day. هيفهم ان هو اكتر من يوم. هيبقى يوم واثنين على ستة اللي هي تلتين او تلت. هيبقى يوم وتلت ساعته. فعشان كده لازم ان اخد بالي ان ايه? ان ال hours per day تكون متوافقة مع الشغل بتاعي. طبعا هنا مكتوبة ايه? عدد وحدات. في الغالب البرنامج ما بيحولش بس او المعتاد يعني ان هو يحول من hours per day. الا لو انا مدخل units ثانية مختلفة بالweek او بالmonth او بالyear. فساعتها لازم ابقى ايه معرف له برضو الرقم ده بدقة. ال time period abbreviations دي الاختصارات بتاعت ال minute in. طبعا مش حاطتها ام عشان المنس. المنس ام. ال each hour, d day, w week, m month, y years. عشان لو قلت له طلع لي العلامة بتاعت ال year او بتاعت ال hour. طلع لي الحرف نفسه بيطلع الحروف ديت. ال d رمز ال days وكذا. ال earned value. ال tab button بتاع ال earned value مختص ببعض طرق الحسابات عشان ال earned value. يعني مثلا في الجزء الاولاني التكنيكس for computing performance percent complete. ده عشان حساب performance percent complete في اكتر من طريقة. اول طريقة activity percent complete. انو هياخد activity percent complete نسبة انجاز النشاط. ايا كانت بقى صفر واحد خمسة عشر عشرين لغاية مية. الاختيار الثاني use wps milestones. ال wps milestones شبه الاكتيافتي ستيبيس هي عبارة عن مراحل لل اا لالtheb pusacs ممكن ان انا احددها تبقى اكتر مل你要 milestone بحيس ان انا اعمل progress عليها. اا كل ما مسلا واحدة خلصت ان هي اا تعمل اا update. يعان لو جيبنا مسلا الجزء بتاع worst education project worst وجينا هنا مثلا واخترنا WBS milestone للWBS اللي انا واقف عليه مثلا بتاع concrete ده ممكن ان انا اعمل add لأكتر من milestone وكل واحدة في يوم يبقى لها weight معين واشي اعمل check عليها يعني ان هي completed فيخلص مثلا جزء بالweight بتاعها لو ده مثلا weight 2 وده weight بتاعها بتاعها مثلا 8 اثنين وثمانية عشرة يعني لما مخلص دي كياني خلصت 20% لو كنت خلصت لتحت نيب احكي اني خلصت 80% وهكذا الطريقة الثالثة zero 100% complete يقصد ان لو النشاط بدأ هياخد 0% لو النشاط انتهى ياخد 100% ما بين ذلك يفضل 0 يعني لغاية قبل المية مباشرة هيكون 0% اول ما يوصل نهاية النشاط هيديله 100% الخمسين خمسين يقصد اول ما يبدأ النشاط ياخد 50% ولما ينتهي ياخد الخمسين التانية او لو انا عايزة custom نسبة ياخدها في الاول اول ما يبدأ مثلا ياخد 20 وبعد كده في النهاية لما يخلص ياخد المية في المية ممكن ان انا اختار الاختيار ده طبعا الاختيار ال default انه هو اكتيفتي بيرسنت كومبليت اه techniques for computing estimate to complete الاستمت تو كومبليت المقدر لانهاء النشاط المقدر او القيمة المالية المقدرة لانهاء النشاط يعني مثلا النشاط لو كان بالف وانا صرفت امتين مثلا فالقيمة المتبقية 800 فبالتالي متوقع ان انا عشان اخلص النشاط ده ان انا محتاج 800 هي دي الاستمت تو كومبليت في الحالة العادية فده الاختيار الاولاني الاستمت تو كومبليت هو remaining انا كان عندي اكتيفتي بالف صرفت متين متبقي 800 يبقى متوقع ان انا خلصه بـ 800 طيب لو انا المتين اللي انا صرفتهم دول كومتهم المكتسبة اقل او اكتر يعني مثلا كومت المكتسبة ممكن نقول ميتين وخمسين فبالتالي انا صرف متين بس عامل ما كمته ميتين وخمسين الارند value بتاعتي ميتين وخمسين فبالتالي المتوقع عشان اخلص النشاط مش هيبقى 800 لا هيبقى 750 اللي هي فرق الف ناقص المتين وخمسين القيمة الارند بالنسبالي فهيبقى المتبقي ساعتها 750 طيب اعرف الكلام ده ازاي انا طرحت الالف ناقص المتين وخمسين الالف هسميها budget add completion والمتين وخمسين هسميها الارند value الف ناقص متين وخمسين يتبقى 750 يبقى ان انا بطرح ده ناقص ده فهو بيقول لي الـ estimate to complete ممكن تعمله بالطريقة دي ان انت تطرح الـ budget add completion الالف ناقص المتين وخمسين يبقى بالتالي لو ضربتهم في فاكتور الفاكتور ده كد قيمته واحد يبقى كعيني بالزبط خدت المتين وخمسين الف ناقص المتين وخمسين اللي هي السبعمية وخمسين طيب فيه طريقة تانية ان انا اقول اللي ما قمته المكتسبة ميتين وخمسين انا خلصته بمتين بـ actual cost متين يبقى انا بوفر طيب الوفر ده قمته اديه يبقى نحسب الـ CPI اقسم الارند value الميتين وخمسين على الميتين اللي انا دفعتهم فاعرف ان انا مثلا موفر الخمسين من متين يعني حوالي 25% يبقى الـ CPI واحد وربع طيب عشان اخد الكلام ده في اعتباري بعد كده ان انا في كل ميتين وخمسين هوفر او في كل ميتين هوفر خمسين او في كل ميتين وخمسين هوفر خمسين يبقى بالتالي في الـ 750 البقين هوفر ثلاث خمسينات طيب اجيب الكلام ده ازاي ان انا اقسم القيمة دي الـ 750 على الـ CPI اللي هو الواحد وربع يبقى ساعتها هقول ان الـ PF الفاكتور دوت هيساوي واحد على الCPI اللي هو Cost Performance Index دي الطريقة التانية للحساب الطريقة اللي بعد كده ان انا مش بس اخد في اعتباري الCPI لا كمان الSPI اللي هو اليرند value على البيلاند value يبقى هقسم واحد على حصل ضرب الCPI في الSPI والطريقة اللي بعد كده ان انا هقول الPF ده فاكتور معين انا اللي حدده هو عامله مسلا point 88 او point 9 واحد واحد وربع زي ما انا عايز فاكتور مسلا الفاكتور اللي انا عايزه طبعا يعني الشهير جدا ان انا اقول واحد على الCPI طيب اليرند value calculation when calculating earned value from baseline هل استخدم الbudget value مع البيلاند وانا بحسب اليرند value من البيز لاين ولا استخدم الbudget values مع current dates مع التواريخ الحالية لان التواريخ الحالية او ال dates الحالية هتعكس ممكن قيمة مالية مختلفة هل استخدم ال ad completion values مع current dates فلا شك الاختيار ال default بالنسبة لنا هو positive values with bland dates عشان يطلع بلاند مع بلاند ال tab اللي بعد كده ال reports بيديني هنا اكتر من set ممكن ان انا اختارهم عشان اكتب فيهم مسلا حاجاتها تطلع في الهيدر و الفوتر بصورة اوتوماتيكية الا لو انا عدلتها اثناء ال print preview او اثناء ال page طبيعا فممكن انا اكتب مسلا في الهيدر هنا اكتب مسلا اسم الشركة ممكن اكتب في الفوتر مسلا التاريخ ممكن اكتب قولك البرمافيرا ايا كان الجزء بتاع options هنا بيقول لي specify intervals to summarize and store resources spread لما بيجي يعمل summarize بيقولك عايز تعمل بال wbs level by calendar wbs level week ولا month وبالنسبة للresource او role assignment برضو week ولا month او بلاش خالص by calendar ممكن تقوله by financial period اصطبعا لازم يختار واحدة منهم فعشان اشيل الاختيار هيطلع رسالة ويقول لي لازم تختار واحدة على اقل فلازم اختار دي وارجع اشيل دي او اختار دي وارجع اشيل دي ال financial period هي عبارة عن فترات مالية بتبقى متحددة او انا بحددها في البرنامج بناء على الفترة الزمنية المناسبة ليا ان انا احفظ ال data فيها عشان يبقى التوزيع بتاع ال units او ال actual units وال actual cost محفوظ فيها كان عامل ازاي خلال فترة معينة ال contract management url اللي هو البرمافيرا contract management او اللي كان زمان اسمه expedition لو انا منزله او مسطبه على الجهاز وعايز اعمل لنك ما بينه ما بين البرمافيرا بحيث ال contract manager يقدر يسحب منه وهكذا فبدوس على اللينك ده enable link to contract management وبكتب هنا اللينك بتاعي اللي انا عايزه ل البرمافيرا contract management هنا بيقول لي ال b6 professional online help url ده عبارة عن ان oracle حتى موقع او صفحة الصفحة دي للهلب ال online فهو بيقول لي ايه هي ال help url فهو ال primavera بيبقى already حططها لي هنا فطبعا يفضل ان انا ممسح هنا بيقول لي always launch online help for shortcut f1 لو دوست عليه ده معنا ان انا كل ما هدوس f1 هيروح يفتح لي البروزر على الموقع ده docs.oracle.com على بقية اللينك دي ال read types اللي كنا قلنا عليهم ساعة resources لما كنا بنعرف resources اللي نجيبها مثلا لما كنا بنضيف resource مثلا وقلنا ان عندي في units and price في اكتر من rate standard rate external internal والرابع والخامس price per unit four وfive واحضر ان انا اعدل اسمائهم من هنا ان انا ادوس هنا واعدل الاسم اللي انا عايزه حيث يبقى عندي اكتر من user defined price للresource يعني وفي المعتد الناس كلها بتخصص واحد standard rate الا لو انا عندي سعر ثاني مثلا في مقاول يجيب لي باسعار مختلفة فده ممكن يبقى external rate وكذا ممكن يبقى اكتر من طريقة ان انا بوصل للحاجة بكذا سعر من كذا مقاول مختلفين مثلا طبعا ما اقدرش ان انا ازود عليهم التاب الاندستري هو بيسألني الاندستري بتاعتك ايه او طبيعة المشاريع اللي انت هتكون شغال فيها ايه ده بيخلي يديني setting معينة ثابتة او متعرف عليها في ال profession دي او في المجال ده او في الاندستري دي لو انا شغال في الانجينير وال اختارها لو انا شغال في حاجة تانية اختارها ده بيغير default setting لحسابات بعض العناصر بحيث ان هي بتبقى مثلا في الانجينير وال construction معتدين يحسبوها بطريقة في حاجة تانية زي high technology manufacturing others بيحسبوها بطريقة تانية او هكذا فانا بختار الحاجة الارابلية مثلا engineering and construction طيب كده خلصنا الجزء بتاع admin preferences اللي بعد كده admin categories هي عبارة عن مجموعات ممكن انا ازود عليها او اعدل في اسماءها زي مثلا baseline types انواع baseline لو نفتكر لما كنا بنعمل maintain baseline project maintain baseline كان بيقول نوع الاسماء اللي انت هتعمله ده ايه وكان حاطت لي baseline types كان ممكن انا اختار واحد من النوم الانواع دي ممكن انا امسحها كلها ممكن انا اغير في اسماءها من خلال admin categories هلاقي هنا initial planning baseline customer sign off وهكذا اي واحد اضغط علي double click وعدله او انا اد او اعمل delete زي ما اعايز expenses categories لما كنا كلمنا على expenses في activities هنا يجي عند expenses وانا بضيف اي expense كان بيسألني الكاتيجري بتاعته ايه وكنت بدوس double click هنا واختار مثلا حاجة من انواع categories ممكن انا اعدل في اسماع categories دي او انا امسح او انا اضيف من categories ديت ال WBS categories برضو لما كنا بنعمل WBS كان بيسألني ساعتها على category بتاعت WBS بيسألني 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 اقول لي اوكي ممكن هنا ان انا اغيرها ان WBS ده خاص بالانيشياتنج البلاين الكنتروني وهكذا او ان انا لغي الاسماء دي كلها واضيف اسماء جديدة او اعدل فيها كل ده من admin categories بيسألني الدوكمنت بيبقى لها اثنين category ياما category بتاعتها ياما status حالتها حالتها التي هي not started in progress under review كنا اخذنا ده ده في WBS و documents work products documents و document category نفسها هل هي تبع bid document مثلا او quality و كنا تعرفنا على النوعين دول خلينا نرجع نبص عليهم كده لما قلنا ان احنا ممكن نعمل add ل احد documents وهنا يسألني status بتاعتها ايه وال category بتاعتها وهنا اسمها هنا تعرفنا على ده في WBS و documents فبالتالي الحاجات دي ممكن انا اعدل فيها في اسماءها او انا اضيف عليها او احذف منها لل status وال category risk category خاصة بال risk وال category بتاعته برضو نفس الشيء اعدل او احذف منها الن notebook Topics يجبني امكانية زيادة شوية ان انا ممكن اتحكم في الن notebook دي تعتبر فعالة فين او الانواع بتاعت الن notebook ديت هل فعالة في EBS هل فعالة في project يعني مثلا resource brokering هو مفعلها بس هنا في activities لكن مش مفعلها في الاجزاء البقية الن notebook كانت بتبقى احد البطن لما انا ببقى في activities هنا ويجي عند notebook ويجي اقول add notebook معينة واختار نوعها وابدأ ان انا مسلا اعمل modify وابدأ ان انا اكتب فيها data واحفظ ال data ديت ممكن وانا واقف في activities ممكن في EBS وانا وانا اضيف فهو يجبني ماذا هي categories ممكن انا اعدل في categories دي بتاعة النوت او بتاعة النوت بوك وفي نفس الوقت كما اقول الكاتيجري دي موجودة في EBS ولا في project ولا WBS ولا activity ممكن تبقى موجودة في الاربعة مثلا يعني زي ما انا اعيز بقى وفي add delete shift up shift down وكذا units of measure وحدات القياس الوحدات اللي انا بقيس بها المتر المكعب المتر المربع وهكذا ممكن انا اعدل فيهم او ازود فيهم مثلا هنا tons cubic meter موجودة square meter المتر العادي مش موجود ممكن اعمل add m معناها meters وهكذا ويبكده يبقى اتعرفنا على الديلوك بوكس بتاع admin categories خلينا ندخل على اللي بعدي اللي هو currencies العملات دي العملات اللي موجودة ممكن انا اضيف عملة او عدل في احد العملات الموجودة خلينا نضيف مثلا Saudi real نعمل لها id ونكتب اسمها انه Saudi real currency simple ممكن نضيف symbol او sr المسؤول عرف عليه exchange rate او او ونحن 5 مثلا ما او exchange rate من دولار هنا general سأكتب الأشياء نفسها لانا كتبتها فوق و appearance الديسيميل سيمبل اللي هو العلامات العشرية اللي هو الهللات يعني وهنا يطلع لغاية كام ديسيميل ديجيت واحد ولا اثنين ولا ما فيش خالص وده بتاع الالاف السيمبل بتاع الالاف ممكن اختار دوت او ده وهنا ده الاشكال بتاعتها او الفرمات بتاعتها في الحالة البوزيتف وفي الحالة النيجيتف هل اطلع كلمة اس ار قبليها بمسافة ولا قبليها بس ولا بعديها بمسافة ولا بعديها بس نفس الحكاية في النيجيتف زيهم بس زياد عليها الاقواس كمان الاقواس طبعا في الفينانشل بتدل على النيجيتف ولا اكتبها بالسالب بالشكل ده ولا اكتب السالب بعديها في اكتر من فرمات ممكن انا اختارها واقدر ان انا اعدل في العملات اللي كانت موجودة او ان انا امسح احد العملات وهكذا طيب بكده يبقى تعرفنا على الادمنستريشن اللي موجود في قائمة ادمن فضلنا ناخد برضو اليوزر بريفرانسز دي قلنا عليها ان هي تختلف عن الادمن بريفرانسز في ان هي اليوزر يقدر يعدلها بنفسه ليس لازم يكون اقدر ادمنستريتو وخاصة بكل يوزر هي تختلف من اقدر ال التاني لكن الادمن ستمشي على الكل وبالتالي لو اليوزر داخل هو مش ادمينستريتو وعمل لوجين ويدخل يقدر يشتغل في ديه لكن ان لم ي sixth نريح اقدر او يوزر بريفرانسز لكن لا يقدر اعدل في الادمن بريفرانسز وما يعدل في ال共ź user بريفرانسز هيعدل بان له مثلا انه مش عليه او skeptي مش عليه تقرير وضع حول الهاتف ودسماعك مع العلامات العشرية تقرير وضع الهاتف تقرير حول الهاتف وحتى حول الهاتف تقرير وضع الهاتف ديوريشن خلينا هنا الريسورس تشغيله بالاور عادي ناخد الديوريشن الديوريشن عايزها بايه بالاور ولا بالدي ولا بالويك يعني في الغالب احنا بنشتغل بالدي الا لو حاجة مثلا زي امثلة الشوتداون او الحاجات اللي بشتغل بالساعة او الحاجات الفضاء وكده ممكن هي اللي بايه ممكن يشتغله بالساعة طيب لو هو شغال بالاور سيظهر هنا لو قلنا شو ديوريشن لابل سيظهر هنا اتش لو شغال بالدي سيظهر هنا دي لو انا مش عايز كلمة دي تظهر خالص ديوريشن خلينا الاول ناخد الالكزامبل كده ان انا اقول له كلوز وهفتح البروجيكت اللي هنا هلاقي بصد ديوريشن كده مكتوب اربعة دي تلاتة دي وهكذا ستة عشرين دي اللي هو الرمز بتاع الديز طبعا لو انا عايز اوفر المساحة يبقى افضل ان انا ما دخلش معايا الرمز اليونتس بير تايم اللي هي عدد الوحدات سواء الوحدة بتاعت اليونتس هنا اوار مثلا عدد الوحدات يكتبها اربعة اوار بردي ولا يكتب خمسين في المية فطبعا متعرف عليه انه يكتبها احسن كده اربعة اتش بردي احشان ما تلاحبطش الديتس هنا عايز الديت فورمات يبدأ بالشهر ولا يبدأ باليوم ولا يبدأ بالسنة يعني اقول مثلا ناخد بالنا ان السامبل تبقى موجودة هنا ستة اكتوبر الفين واربعتاشر عايزها كده ولا اكتب اربعتاشر اكتوبر ستة ولا يبدأ بالشهر اكتوبر اربعتاشر اكتوبر ستة اربعتاشر وهكذا الـ year تبقى اربعة ديجت الفين واربعتاشر ولا اربعتاشر الـ month name يكتب اكتوبر ولا عشرة الـ leading zeros اللي هو في الاول مكتوب هنا زيرو ستة يكتب زيرو ستة ولا يكتب ستة بس الـ separator اللي ما بين الستة اكتوبر واربعتاشر هل داش عادية ولا دوت ولا سلاش الـ time هل يظهره ولا ما يظهرهوش ولو يظهره يظهره بنظام الـ 12 ساعة AM وPM ولا يظهره بنظام الـ 24 ساعة ولا ما يظهرهوش خالص الـ currency العملة نفسها اللي احنا شغالين بيها او الـ user شغال بيها هل يختار الـ United dollars ولا يختار الكريتناها بقى من شوية اللي هي السعود الريال طبعا يفضل ان انا اشتغل بعملة واحدة وسبتها عشان ما اضع الـ exchange rate ولو انا مش محتاج يعني ان اغير عن الدولار يبقى خليها على United dollars افضل عشان ما اضيع الاكسبورت والايمبورت والكلام ده شو currency symbol هل يبين السيمبل اللي هو علامة الدولار شو decimal digits لو شلتها هيبقى مافيش decimal digits اللي هي العلامات العشرية كسور الايميل لو انا عايز ان انا اعرف الايميل بتاعي وهل نوعه ايه ودخل بياناته الـ outgoing server والـ user email address بحيث ان الايميل متعرف عشان اي عمليات سنت بالايميل الـ assistance اللي هي الـ wizard اللي بتظهر لما باجي اعمل new resource او new activity لو انا هنا متعلم عليها use new activity wizard تعالوا كده اول ما هيجي ادوس هنا add للـ new activity هتظهر وزارد اللي هو الجدول ده عبارة عن خطوات بتساعدني بتقول لي عايز الـ activity ID A والـ name A وكذا لكن لو انا كنت مش مختارها او مش معلم عليها اول ما هيعمل add ID activity ساعتها هلاقي الـ activity نزل مباشرة في مكانه بالشكل ده من غير ما يطلع لجدول ولا حاجة طبعا لو انا مش يعني معتد ان انا خلاص بعمل activities بسهولة ومش محتاج وزارد يبقى ساعتها مش هحتاج ان هي ايه تطلع الـ application في الـ start up بريما فيرا عايز ايه اللي يظهر لي هل عايز activities او project issues او ما فيش حاجة خالص بختار الحاجة اللي انا عايزها انها تظهر لي في البداية وفي حاجة اسمها issue navigator dialogue هل ده يطلع في الـ start up بحس يقول لي ان المشاكل اللي زهرة كذا ينبهني لها show welcome dialogues at start up ولا لا الـ application log file هل يكتب او يسجل trace internal functions لملف log ولا group and sorting لما يعمل group and sorting labels on grouping bands اللي يكون مكتوب على grouping bands يكتب ايه هل يشو name و description ولا يشو الـ id والcode ولا الاثنين مع بعض طبعا لو جيتها شيل دي مش هيرضاهي مجاي مرجع لي العلامة هنا لازم اعلم دي الاول و اشيل دي كده لازم على اقل واحدة فيهم تكون زهرة على حسب اللي انا شايفه مناسب بالنسبة لي الـ columns هنا لو عايز افلتر على حاجة معينة او فترة معينة financial period معينة هي اللي تكون زهرالي فبختار ساعتها من الى وبيطلع لي هنا financial period وهنا طبعا عشان كان فيه تمبلتس نازلة فهي الريدي فيه financial period موجودة باشهر معينة او في كل الاشهر من اول 2010 او من اول يوليو 2010 لغاية ديسمبر 2015 باسورد باسورد بتاعت اليوزر نفسه اليوزر يقدر يغير الباسورد بتاعته من هنا هيدخل الباسورد القديمة وبعدها يختار الباسورد الجديدة ويكتبها تاني resource analysis resource analysis خاصة ب الجزء بتاع الرسورس لما نكون عارض البروفيل بتاع الرسورس او ال spreadsheet هل ساعتها ياخد مثلا ال open projects باسورد ولا يطلع لي ال closed projects مع هذا ال what if طبعا لان ال what if تعتبر مش مشاريع اساسا تعتبر باس سيناريو للتجربة ولا all closed projects with a leveling priority وانا حدد ساعتها ال leveling priority اللي انا عايزه هنا time distributed data بالنسبة برضو ال usage profile وال spreadsheet اعرض ساعتها ال resources او ال data نفسها بناء على remaining early dates ولا forecast dates وهنا ال interval time distributed resource calculation هتكون ال unit بتاعتها ال interval هل بالساعة ولا باليوم ولا ال week والmonth كل ده برضو في usage profile spreadsheet وهنا ال role ال role بيبقى له limit هل اشتغل على limit بتاعه ولا اشتغل على primary resource limit ال tab اللي بعد كده خاص بال calculations in resource assignments بالنسبة ل لما باجي ازود او اشيل مثلا resource ال resource دوت بزوده اكتر من مرة على نفس activity يعني انا عندي مثلا نجار وعايز ازوده على activity وزودته مرة تانية يعني بقى في نفس activity بتحمل نفس resource مرتين هتل ساعتها preserve the units duration and units per time for existing assignment احافظ على assignment اللي موجود ولا calculate the units duration and unit per time for existing assignment based on the activity duration type على حسب activity duration type اعمل اعادة حسابات للكلام ده في ال assignment الجديد وهنا بالنسبة لل assignment staffing بيسألني على units per time وال overtime factor هل لما اجي اعمل assignment الثاني استخدم القديم ولا استخدم الجديد بيسألني always use the new resource units per time and over time factor ولا use the current assignments units per time and over time factor ولا اسألني ask me to select each time i assign tab button اللي بعدها هنا لو resource والroll الاثنين على activity برضو يستخدم اني فيهم resource ولا always use resource price per unit ولا استخدم role price per unit ولا اسألني ask me to select each time i assign tab button اللي بعد كده اللي هو start up filters start up filters بتديني امكانية اننا لما بستعرض الresources او roles او OBS او activity codes او cost accounts اي منهم دي عبارة عن dictionary لما بستعرضها يطلع ال data جواهة بتاعة المشروع ولا كل data لل current project data only ولا لل total project بس ناخد بالنا طبعا ان هو ايه ممكن ده يستهلك وقت اكتر على حسب طبعا ال data كميتها كبيرة ولا لا يعني في لو انا مثلا هنا وبعمل add resource بلاي مثلا resources اللي طلعا لي كتيرة جدا انا عايز بس حاجة المشروع فكنت ساعتها بطار ان انا اعمل كده filter by واقول له current project resources الفلتر ده بقى بيديني امكانية ان هو يكون مفعال لي الخاصية دي بصورة automatic بحيس مش كل مرة عاد اقول له لا حاجة ال project بس فبالتالي اه في activity codes مثلا او في resources او غيره من العناصر دي انا عايز ايه منها يبقى current project مباشرة وكده انا بتعرفنا على user preferences وال admin preferences وخلصنا الادوات تاعة administration على أهل ساعتش المشروع فتا ساحل القارنة وكده انا انا تحسن وقفاء لتعرف الاجتعرفة ومسن الاجتعرفة